فإذاً بتشوف هون بيتكلم عن شخصيتين بنوا بيتين طبعاً كل واحد بنى بيت يعني وهاي النوعيات إما جاهل أو عاقل والبيت إما مبني على الصخر أو مبني على الرمل والفرق أحبائي الفرق هو في الأساس وفي النتيجة الأساس واحد بنى على الصخر كان ثابت صامد غير متزعزع اللي على الرمل رغم جماله ويمكن نفس شكل البيت اللي على الصخر بس ما فيوش أي أساس وهذا طبعاً الصدمة الكبرى اللي حدثت وإنت الإنسان بيعرف عمله يعرف المرء أو يكرم عند الامتحان تعرف حبائي في رسالة يعقوب بيتكلم عن التجارب بقول إذا تزكى نال طبعاً إكليل الحياة في رسالة أو سفر يعقوب الإصحاح الأول آية 12 هذا الامتحان بعبر عن الشخص اللي إذا عنده أصل في ذاته مثل ما بيتكلم الرب في أمثاله في متى 13 بقول لاحظ ليس له أصل في ذاته فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فيها لا يعثر فالشخص الثابت الصامد هو اللي بيثبت في هذا الموضوع الرسول يعقوب بيجيبها بطريقة تانية بقول طوبعاً يا بخت يا نيال يا لهناء يا للسعادة طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة هو الثبات اللي بيخلي الإنسان المؤمن التلميذ الحقيقي اللي فعلاً بينال من الرب فإذا كل شيء يعرف عند الامتحان فحسب الأساس أي أساس أنت بتبني عليه وطبعاً النتيجة النتيجة المؤمن الحقيقي دايماً ثابت راسخ غير متزعزع والصخر طبعاً رمز الثبات والقدرة فإذا هو ثابت والاستمرارية مكتوب عن الصديق ممكن يسقط سبع مرات لكنه يقوم في أيوب إصحاح 8 آية 15 يستند إلى بيته فلا يثبت يتمسك به فلا يقوم إذا كان يعني مش ثابت مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت إن لم يبنى الرب البيت فباطلاً يتعب البنؤون ترجمة نانسي قنقر